تخطينا اليوم مستوى التسعة آلاف نقطة وإن كانت قيم التداول ما زلنا فوق السبعة مليارات ريال كيف تنظر إلى هذه المستويات إلى أي مدى هذه المستويات يمكن أن نقول أنه ممكن تبدأ عمدها نقطة التصحيح بسم الله الرحمن الرحيم وصول المستوى المؤشر إلى مستوى التسعة آلاف أنا أعتبره مهم جداً ولازال هو منطقة اختبار لا يكتفى باختراق اليوم إنما أعتقد أنه سوف يظل لأكثر من مرة محاولات اختراق ونزول على هذه المستويات المهم أنه يكون فيه سيولة داعمة لعملية الاختراقات وخصوصاً مستويات جديدة وكما ذكرت في البداية هي من سنوات طويلة المؤشر ما جاب مستوى التسعة آلاف المستوى السبعة سبعة مليار يعني يعتبر غير مناسب في نظري للمؤشر في هذه المرحلة نحتاج أن نكون فوق العشرة مليار على اساس أن يكون فيه زخم ويكون فيه داعم للمؤشر ضد النزول هو تدفق سيولة جديدة ويكون حماية للمؤشر وفرصة للانطلاق فوق التسعة آلاف ولكن أعتقد الآن في سوف يكون أكثر من مناورة على مستوى التسعة آلاف الملاحظة اليوم أكبر الرابحين كان من نصيب قطاع التأمين سيد عبد الله هل سنرى عودة قوية من وجهة نظرك في ظل هذه المستويات والسيولة التي تدخل إلى السوق عودة لروح المضاربة من جديد وبقوة على حساب الاستثمار في السوق السعودي والله أنا عودة التأمين يعني هي بالنسبة لي مفاجأة أنه يكون فيه مضاربات في هذا الوقت على قطاع التأمين وعلى هذا المستوى نعم يعني لم أجد لها تفسيرا ولا أعتقد أنها تدوم لأنه هذه المستويات يمكن تكون أكثر حساسة على مستوى المؤشرات القيادية زي سابق على القطاع البنكي ولا أعتقد أنها سوف تكون بعيدة عن الصورة شكل كبير عن اللي يحصل في السوق ياما أن السوق يرتفع بارتفاعات قوية من هذه المستويات وهذا لن يكون إلا في المؤشرات القيادية أو أنه يتراجع منها جني أرباح ومحاولة الرجوع مرة أخرى والارتفاع مرة أخرى وهذا سوف يدي إلى جني أرباح على السوق ومعنى أن حركة التأمين هذه كانت حركة مواقتة فأنا اليوم حركتها لم أجد لها تفسير وليست خارج التحليل ولا أعتقد أنها تستمر على أي حال من الأحوال أو يرترجع المضارب على التأمين في هذا الوقت وفي هذه المستويات اليوم بعدنا أيضا نشوف وإن كان عودة القطاع التأمين لهذه المضاربات سيد عبدالله نشوف بعض الأسهم يتحقق فعلا مستويات قياسية يمكن من بداية الأسبوع الماضي تشوفنا تابعنا جبل عمر يعني معظم الأسهم التي هي بالتطوير العقاري لكن اليوم الشركة تذكر لنا أنه قلصت من خسائرها ورغم ذلك الخسارة كانت نيلة من السهم متراجع بأكثر من 2% هل هو عدم تفاعل مع تقليص الخسائر أم عمليات جني الأرباح نالت برأيك من ساهم جبل عمر أنا أمين لأنها جني أرباح أكثر من أنها عملية تأثر في إعلان النتائج على العكس جميع المستثمرين في هذا القطاع وفي هذه الشركة بالذات يعرفون أن نتائج الشركة ثقيلة من ناحية الحركة والتغير لأنه المشروع كبير وسبق أعلن عن فيه تأخرات فأنا لم يكن من المتوقع أنه يكون في إعلان إيجابي بشكل كبير يظهر هذا الربع لذلك أنا أعزوها أنه كان فيه ارتفاعات سابقة على السهم بسبب قرب التشغيل الأجزاء كبيرة من المشروع خلال 2014 وهذا كله الآن ينعكس في قيمة السهم الموجودة الآن في السوق فلابد أنها ترتفع فهي عملية جني أرباح أكثر من هنا أي شيء آخر وأتوقع أنه السهم ما زال جيد يعني قياسا على إنجاز المشروع على المتوقع له خلال الفترة القادمة بالنسبة للقطاع العقاري ككل القطاع العقاري كان قيمته في السابق أقل من القيمة الحقيقية للسهم يعني فيه هناك كانت قيمة مخفية لم تظهر 2013 السوق كان تحرك بشكل قوي القطاع العقاري لم يواكب هذه الحركة اللي صار في آخر 2013 في آخر شهر وأول 2014 هو رجوع القيمة الحقيقية لهذه أو محاولة المضاربين إلى رفع السهم إلى قيمة الحقيقية المخفية التي فيها يعني مثل جبل عمر، مثل دار الأركان، مثل إعمار كلها كانت أسهم، كان لها إعلانات إيجابية مثل إعمار كان لها إعلانات رائعة من ناحية بيع المزادات التي سوتها على المشروع مدينة الملكة عبدالله الاقتصادية نعم كان جدا رائع وكانت المفروضة أنها تنعكس منعكست لم تأخر بالنسبة لدار الأركان من ناحية سدادة للسكوك ومن ناحية الثقة التي عند الشركة اليوم أصبحت مختلفة عن الماضي يعني اليوم نحن لاحظنا أن الإعلان الأخير الذي كان من سابق أنها أخذت جزء من مشروع دار الأركان في الرياض لبناء مشروع خاص فيها هذا أدى إلى أنه يكون المشروع نفسه قيمته ترتفع وتظهر قيمة خفية كانت في المشروع الآن المفروض ظاهرة لكل المستثمرين وأنه يعطي دعم للدار الأركان في المضي قدما في هذا المشروع وفي هذه المنطقة فعلى عموم كل واحدة من شركات قطاع التطوير العقاري كان لها كيس مختلف وكان لها أندرفاليو في الفترة الماضية والآن أعتقد أنها قاعدة تأخذ حقها من الارتفاعات السوق ومع الارتفاع النفسيات المتداولين عموما في السوق سيد عبدالله ربدي نائب رئيس سعود سكوب للدراسات والاستشارات كنت معي من الرياض شكرا جزيلا لك